السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أليه وصحبه أجمعي ماما أمل رجعك لكم من جديد لأنه بناء على طلبات تلميذات والتلاميذ المجتهدين اللي كيبغيوا الشرح دي الماما أمل واللي يرتحوا لها وحسوا بأنها كتوصلهم ذاك شيء من القلب فبناء على الطلب ديالهم ما قلتيش نقول لهم لا بالرغم من أنه بعد رمضان العياء ديال العمل والتزامة للبيت ومع ذلك عادي نحاول أنا لنكمل الشرح ديال الدروس اللي أنا التزمت باش نكملها هدي نبدأ بالجغرافية وهدي نهضر على التغسل الاتحاد الأوروبي باش من نكترش عليكم والفيديو ما جيش دول طبعا إذا الاتحاد الأوروبي دارين بأنه هو نحو اندماج شامل معني تأن الاتحاد الأوروبي ما كانش كانوا دول متفرقة وداروا واحد اندماج اندماج يعني ندامجوا إذا ندب التحاد الأوروبي بعد ما ندامج غادي ولي من القوى أو من أقوى التكتلات الاقتصادية الجهوية اللي استطعت أنها تحقق تنمية يعني ولت من ناحية التنمية الاقتصادية ولت سواء اقتصادية سواء اجتماعية يعني ولت تنمية اقتصادية اجتماعية مهمة درجة أنه لا نموذج يقتدي به أو لا يقتدى به أو لا يحتدى به على كافة المستويات إذا هذه الجملة هذه أنا بريد تكون تقديرها هذه في المقدمة يعد التحاد الأوروبي أقوى التكتلات الاقتصادية الجهوية التي استطعت تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مهمة وأضحت بذلك نموذجا يحتدى به على كافة المستويات سهلا سألنا من المقدمة هذه المقدمة دروها بيسكنوا عندكم التحاد الأوروبي إذا أعطوكم التحاد الأوروبي يحطرون هذه المقدمة وطبعا الاشكالية اللي هي الأسئلة اللي سآت Louds الله أعلم شنو غد تكون واش غي حضرون على المظاهر الإندماج واشغي حضرون على العوامل الإندماج واشغي حضرون على الحصيلة واشغي حضرون على المعيقات هذا هما اللي those days حصيلة ديالبلدان الإنطич Today Europe الإخسين نعرفوه داب إحنا يا فيه الدرس هادا داروا أفضل معكم مظاهر الإندماج الحلاد الأوروبي نقول لكم مظاهر يعني اذا قلنا في كيبنا هاد الاندماج شوما يعني تندماج وشوما نكيسون على المظاهر فيرخسنا مشي عقلنا يمشي و سيمشي انا كين دماج نوعان يعني مقسم الجوش. كين دماج مجالي وكين دماج اقتصادي اجتماعي. اقتصادي واجتماعي. رافي? من يصورون على المظاهر مجالي اقتصادي واجتماعي. ديال هاد البلدان ديال الاتحاد الاوروبي. باش نقدر نعرفوا شكونوا ما هاد البلدان وفين غايبنا الاندماج ديالهم الاقتصادي والاجتماعي. سنعرفوهم بعدها شكون هما. هنا بلننشوفوا كيو كونو ما هاد الدول؟ الاندماجات. واحد غنعرفو على ش اندماجات. اذا هاد الدول الاندماجات والمراحل الاندماجات فيها. هادا قد عندكم اه خريطة من بعدها بيجب ان احطها لكم في الفيديو. هاد الخريطة اقصدكم تعقلوا عليها. دروها بحالي صوروها في عقلكم وعقلوا عليها. اعرفيها الالوان وبها باش هتعرفوا المراحل. اذا المرحلة الاولى اللي تكونت فيها المجموعة الاوروبية للفحم والفولاد. هاتيك في مؤتمر باريس نهار يعني العام الف وتسعمية وواحد وخمسين يعني الف وتسعمية وواحد وخمسين طبعا بعد الحرب بعض الحرب العالمية التانية شنو داروا قالوا لا 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 ما يمكنناش كل واحد فينا انا خرجوه احنا عرفنا بعض الحرب شنو وقع ازمة اقتصادية نعارض العملاء وقع مشاكل المجاعة وقع مشاكل كثيرة وجعلوا الدروس الفيديوهات الخريب هاتفعمو. اذا هنا شنو شنو بقا وكيقولو. ايضا احنا ما كتصفق شنو خسنديرو اران تكتلو. دارو هاد المجموعة سمو هالمجموعة اوروبية يعني اوروبا للفحم والفولاد. اذا اشكر كنو في هاد المجموعة في هاد المرحلة الاولى كانت فرنسا المانيا الغربية ايطاليا غولندا بلجيكا ولكسنبورغ ستا. داكو. مزيح. ارسمي واحد وخمسين. في الف وتسعمية واثنين وخمسين تل الف وتسعمية وسبعة وخمسين بداول اخرين كينحقوا بيهم. هاتقولي لي استداء وش كون يتزاد عليهم. اها مرحبا. قبل ما يتزاد عليهم بتلو سمية. بتلو سمية دلك المجموعة شو سموها المجموعة الاقتصادية. لان اذا بولو اقتصاد. ما يبدو كي ديرو الفحم الفولاد ولا صحاح. اذا شنو غتسمها المجموعة الاقتصادية الاوروبية. من المجموعة الاوروبية اللي فحم الفولاد بتلو لها السمية. ارجعت سميتها المجموعة الاقتصادية الاوروبية. بمقتدى معاهدة روما. اللولة مرحلة اللولة بمقتدى معاهدة باريس. التانية بمقتدى معاهدة روما اللي كانت سنة الف وتعمية وسبعة وخمسين. داكو. اذا هدي شنو? ملي كان هاد معاهدة روما انضمو دول اخرين. هاد دول اخرين شكون هما السادة? هما المملكة المتحيدة. هما ايرلندا. الدنمارك. زادت عليهم تل الف وتعمية وثلاثة وسبعين. من مراها زادت عليهم ليونان. الف وتعمية وواحد وثمانين. واخيرا ضمت اسبانيا والبرتغال في الف وتعمية وستة وثمانين. كي شي مشكل هنا? بحلي عندنا شي صحابات. وحدا قلسنا في شي حفلة. جات اللولة. جات التانية. جات التالتة. بدو كي نضمو بش نديرو تكتور نديرو مجموعة. راح تفحنا في العلاقات دينا العادية. راك ندير واد المسألة عادي. قلنا اللولانيين عقلوا عليهم. والتانيين هاو ما احنا قلناهم. مملكة المتحدة ايرلندا. والدنمارك واليونان واسبانيا والبرتغال. وكل واحدة اتصلكم بالسنة ديالها. يعني ما كيش ما هي تلف. شوفوا المرحلة التالتة. اذا دابل ندي مجل مجالي في تلسة المراحل او استادة اه. تلسة المراحل. مرحلة اللولة والتانية والتالتة. اللولة ارتعمية وواحد وخمسين. التانية ما بين الف وتعمية واثنين وخمسين. الف وتعمية واثنين وسبعة وخمسين. ميلاد الاتحاد الاوروبي. تم تسمى الاتحاد الاوروبي. لانه مشكلة ولا تقوى اقتصادية اوروبية. بده وغا يدخلوا معهم دول اخرين. اذا ما بقى سميتها مجموعة. طبعا. ولا اتحاد. اتحاد دول اوروبية. اذا تسموه اتحاد الاوروبي. بمجاب معاهدات ما ما استريخت. ما استريخت. ما استريخت. سنة الف وتعمية واثنين وطسعين. ميلادي. اذا هاد المرحلة ولا هاد المرحلة. تميزات من ضمام دول اخرى. زادوا عليهم. طبعا ما يشوفوا تكشي القصصة الطالع والامور مش هم زيانة. كل شي غيبغي يرجع عند تكتول وينضم معهم. اذا هنا غد نضم لينا. نضم ليهم. اشي لنا ليهم. النمسا. فيلندا. والسويد. في عالف وتعمية وخمسة وتسعين. عاوتان اه سلوفينيا. هادو دا بدك الدول ديال. دي كانو مشكرين التحاد السوبياتي. تفرقو. سلوفينيا. سلوفاكيا. بولونيا. تشيك. هنغاريا. ليتوانيا. ليتونيا. أستونيا. قبرص. ومالطا. هادو في الفين واربعة. من مراهم. غادي يجي وعاوتاني. عند هاد مرحلة التالتة فيها. الولانين. النمسا. وفنلندا. والسويد. تبعاتهم هادو اللي قدت لكم. ومن بعد غادي جي. بلغاريا. ورومانيا. في الفين وسبعة. وعد غادي تدخل كرواتيا. في الفين وطلتاش. يارب بيتكون هاد المجال هادو. مزيان. وما فيهش المشاكل. باش ميجيكمش فيديو طويل. هدي نحبس لكم في المجال. الاندماج المجالي. ضبطوه مزيان فيه ستقايق. ضبطوه مزيان. ونعاود لكم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. شكرا.